طيب خبر أفشة النهاردة خلاص بشكل رسمي وإحنا كنا قلنا الخبر ده لحضراتكم من فترة إن أفشة أجرى جراحة فتء في جدار البط ويتعافى خلال 3 أسابيع النهاردة وأجرى الجراحة في إحدى المستشفات بمدينة 6 أكتوبر ربنا يشفيع فيه ويرجع أفضل من الأول بإذن الله ويرجع بسرعة وقدموا تريبا حوالي 3 أسابيع والنهاردة كانت دكتور أحمد أبو عبلا زي ما حركم شايفين في الصورة كده أحمد أبو عبلا وأيضا أيمن أشرف دكتور أحمد أبو عبلا وأيمن أشرف لاعب النادي الأهلي راح يظهروا أفشة في المستشفى ودكتور أحمد أبو عبلا كده كده مفروض هو مسافر مع أسكر مع الفريق في اسكندرية عشان مواطش الإسماعيلي بكرة بس كان حريص أن هو يتابع حالة اللاعب قبل ما يسافر مع الفرقة اللي بتتمرن دلوقتي ويسافر مباشرة لمدينة اسكندرية أو بتحديد برج العرب عشان يستعده بشكل نهائي لمورات الغد أمام الإسماعيلي أفشة من اللاعبة المهمة جدا جدا ولاعب لاغن عنه ولاعب مؤثر وعلى مدار الفترات اللي فاتت كلها أممكن في بعض الفترات ما يبقاش في حالته وده طبيعي لأي لعيب لكن تبص على أرقامه تبص على أهدافه ومدى تأثيرها تبص على الإنجازات الحق مع الفريق فلازم تسمن وتقدر في نفس الوقت وإحنا كالجمهوري نادي الأهلي إحنا اللي بنفوق لعبتنا مش بنخلص عليهم معنويا مش هو ده جمهوري الأهلي لازم نبقى واخدين بالنا من الحاجات الزي دي فأنا نتمنى التوفيق إن شاء الله لأفشة وكل اللاعبين يعني لفترة راحة كبيرة حاليا في إنادي الأهلي طيب